أشاد محافظ حضرموت مبقود مبارك بن ماضي بنشاط التطوعي لشباب المحافظة وجهدهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام خلال أزمة كورونا والمساهمة بمشاريع تقدم المجتمع وأكد المحافظ خلال لقائه السبت بالمكلة رئيس وأعضاء قيادة اتحاد الملتقيات الشبابية التطوعية بوادي حضرموت أن السلطة المحلية والمجتمع تثمنان إسهام الملتقيات الشبابية بالمحافظة بتنفيذ حملات تطوعية بمغتلف المراحل والظروف واستمع المحافظ من رئيس اتحاد الملتقيات علي بن سعد والأمن العام محمد المنصوري وقيادة الاتحاد إلى الأنشطة والحملات التي تنفذها الملتقيات البالغ عددها 185 ملتقى على مستوى الوادي تضم أكثر من 13 ألف متطوع في جوانب اجتماعية وخدمية وأشاد المحافظ بهذه الجهود داعيا إلى أهمية توحيد نشاط الملتقيات التطوعية على مستوى محافظة حضرموت